بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما انتهينا يا شباب من دراسة المجموعة الاولى والثانية للشقوق الحامضية انها بطا ان شاء الله هندرس المجموعة الثالثة للشقوق الحامضية. اه هذه المجموعة الثالثة بنسميها المجموعة العامة. ليه يا شباب بنسميها المجموعة العامة? لانه ليس لها كاشف. المجموعة الاولى احنا قلنا الكاشف بتاعها من حمض المخفف. المجموعة الثانية حمض المركز. لكن هزي املح هذه المجموعة. اه لا تتفاعل مع حمض المخفف ولا مع حمض الو مركز. ازاي سمناه المجموعة العامة. من امثلة المجموعات المجموعة العامة اللي هي المجموعة الثالثة للشقوق الحامضية مجموعة الفوسفات والتكافو بتاعها سلازم. الكابريتات والتكافو بتاعها سنائي. البورات بي فور او سيفن والتكافو بتاعها سنائي اولا هندرس املاح الكابريتات اول تجربة لو انا خدت محلول الملح بتاعي مع كولوريد الباريوم محلول من كولوريد الباريوم بي اي سي اللي تو على طول هيتكون راسب ابيض من كابريتات الباريوم كابريتات الباريوم في هزي الحالة مجموعة الكابريتات بتزوب لو انا جيت ضفط حمض المخفف او اي حمض مخفف هلاقي ان الراسب بتاعي بيدو الراسب بتاعي الابيض ده بيدو ادي الان اي تو اس وفور ده كابريتات السوديوم ده املاح الملح بتاعت الكابريتات اللي انا وقدها كمسال مع املاح او مع محلول من كولوريد الباريوم فيتكون راسب ابيض من كابريتات الباريوم لو انا جيت ضفط اللي وضع محلول هلقي بيدو التجربة التانية مع خلات الروصاص محلول الملحة هه كبريتات الصوديم مع محلول خلات الرصاص على طول بيتديني راسل أبيض من كبريتات الرصاص كبريتات الرصاص طيب هندرس كمان من أملاح هذه المجموعة أملاح الفوسفات بي او فور وتكافو بتاعها ثلاث أول تجربة لو قدت محلول الملحة واخدنا مثال فوسفات الصوديم مع محلول كلوريد الباريوم بي اي سي i اسي اي لتو على طولها يتكون راسب أبيض من فوسفات الباريوم ولكنه في هذه المرة لن يزوب كمذاب أملاح الكابريتات في حمض HCL مخفف أو مع أي حمض مخفف لن يزوب خلاص ده الراصب الأبيض المتكون ده عبارة عن فوسفات الباريوم فيه كمان يمكن الكشف عن الفوسفات عن طريق إضافة محلول من مولوبيدات الأمونيوم المحمدة بحمض النيتريك مع محلول الملح التاعي ثم التسخين يتكون راسب أصفر من فوسفو مولوبيدات الأمونيوم وده هو الرمز التاعوي شباب كمان فيه تجربة تانية عن طريق إضافة محلول من نطرات الفضة ده نطرات الفضة شباب A-G-N-O-S-R إلى محلول الفوسفات ده محلول الملح التاعي اللي هو فوسفات السوديوم على طول هيتكون راسب أصفر يذوب في حمض النيتريك المخفف هذا الراصب عبارة عن فوسفات الفضة كمان فيه تجربة عند إضافة محلول الفوسفات إلى محلول خلات الرصاص بيتكون راسب أصفر من فوسفات الرصاص ده يا شباب أهو خلات الرصاص مع محلول الملح التاعي اللي هو فوسفات السوديوم على طول هيتكون عندي فوسفات الرصاص هذا هو الراسب الأصفر المتكون ترجمة نانسي قنقر